موسيقى موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم ونستهلها بالعروين موسيقى رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة العيد الواحد والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر موسيقى موسيقى عضو مجلس القيادة العرادة يحضر حفل إيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الواحد وستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة موسيقى موسيقى إدانات عربية واسعة للهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف قوة الواجب البحرينية المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية موسيقى موسيقى مشاهدين ومن العنوين إلى التفاصيل تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الريئاسي برقية تهنئة من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة العيد الحادي والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته والأمن والاستقرار لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية كما تلقى فخامته برقية تهنئة مماثلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بحث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورقيت عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص العزاء والمواساة لأمير وحكومة وشعب الكويت الشقيق بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبرى والسلوان بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتريلا رئيس جمهورية إيطاليا عزاه في وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابولتانو وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس ماتريلا ولعائلة الفقيد وللشعب الإيطالي الصديق حضر عضو مجلس القيادة الرئاسي لواء سلطان العرادة حفلة إيقاد الشعل الأم احتفاء بالذكرى الواحد والستون لثورة 26 سبتمبر المجيدة الذي شهدته محافظة مأرب وسط حضور رسمي وشعبي كبير ومشاركة أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمر حمدي من جمهورية مصر العربية وبدأ حفل إيقاد الشعلة بالنشيد الوطني وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وعقب الإذن ببدء العرض الكشفي الشبابي الكرنفالي قدمت الأفواج الكشفية من مختلف محافظات الجمهورية العديد من اللوحات الفنية الوطنية ومن يحملون رايات الوطن ترفرف خفاقة وكان الكشاف رأفة علي قد تلى وثيقة العهد المعمدة بالدم عن منتسب الحركة الكشفية والشبابية رفعوها إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بهذه المناسبة العظيمة جددوا فيها العهد أنهم سيظلون الجنود المخلصين والحراس الأمناء والأوفياء للوطن والثورة والجمهورية عقب ذلك قام كل من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن صغير بن عزيز ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي بإيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الواحد والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة إذنا بتدشين الاحتفالات في عموم المحافظات في الجمهورية حضر حفل إيقاد للشعلة المناظر السبتمبري اللواء أحمد قرحش ونائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث ورئيس جامعة إقليم سبأ وعدد من محافظي المحافظات ونائبي وزيري التربية والكهرباء وأعضاء مجلس النواب والشورى ووكلاء عدد من الوزارات والمحافظات وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية وقيادات أحزاب وتنظيمات سياسية وفروعها في المحافظة وشخصيات اجتماعية ومفوض عام جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية مشعل الداعري استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أمين عامل منظمة الكشفية العربية عمر حمدي ورئيس جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية مشعل الداعري الذين يزوراني محافظة مأرب للمشاركة مع الشعب اليمني أفراحهم بالعيد الوطني الواحد والستين لثورة ستة وعشرين سبتمبر المجيدة والعيد الستون لثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة وخلال اللقاء جرى تكريم اللواء العرادة بدرع المنظمة الكشفية العربية من قبل أمين عامل منظمة ودرع جمعية الكشافة والمرشدات من قبل رئيس الجمعية لدوره في رعاية الشباب ودعمه الكبير للحركة الكشفية والشبابية ورحب اللواء العرادة بالأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمر حمدي الذي يزور المحافظة لأول مرة للمشاركة في احتفالات الشعب اليمني أفراحهم بتورة السدس والعشرين من سبتمبر المجيدة والتي قامت بمساندة ودعم الأشقاء المصريين للثوار والأحرار في اليمن كما رحب برئيس جمعية الكشافة والمرشدات مشعل الداعري مؤكدا على أهمية الحركة الكشفية على المستوى القطري والعربي في الاهتمام بالشباب ورعايتهم وتنمية قدراتهم وصناعة شخصياتهم الوطنية وتأهيلهم للقيام بدورهم الوطني في صناعة المستقبل من جانبه أشار الأمير العامل للمنظمة الكشفية العربية إلى أن ثورة 26 سبتمبر المجيدة ليست يمنية فقط وإنما ثورة عربية لما حملته من أهداف ومبادئ إنسانية عظيمة وتعزيز دور اليمن الفاعل على المستويين العربي والدولي في دعمه ومساندة القضايا العربية وأشار حمدي والداعري إلى أن المجالات الريادية للحركة الكشفية الطوعية في خدمة المجتمع صحية وتربوية وفكرية وبدنية وإنسانية إلى جانب المشاركات الفاعلة في المناسبات والأعياد الوطنية ومساندة السلطات والأجهزة الرسمية في تقديم الخدمات للمواطنين وتنظيم حركة المرور ونشر الوعي والتثقيف حول العديد من القضايا الاجتماعية والصحية والإدارية والأمنية فضلاً عن مشاركة الحركة الكشفية الفاعل عند الطوارئ والكوارث والإنقاذ والرعاية والإسعافات وغيرها بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد مملكة البحرين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب البحريني في استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من قوات الواجب التابعة للدفاع البحريني أثناء تأليتهم لواجبهم الوطني في الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في برقيته نعرب بأسف بالغ عن خالص تعازينا ومواساتنا لسموكم الكريم ولذوي وعائلات الشهداء والمصابين ولشعب البحرين الشقيق في هذا الاعتداء السافر والاستهداف الغادر الذي أقدمت عليه ميليشيا الحوث الإرهابية باستهداف الأبطال من أبنائكم البواسل عبل طائرات ما مسيرة هجومية في حين كان الأبطال ملتزمين بضوابط الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة واعتبر مجلي أن استشهدها ولعي الأبطال الذين قد يقدموا أرواحهم دفاعا عن العروبة والإسلام وقيم الأخوة والترابط العربي في مواجهة المشروع الإيراني شرفا عظيما لهم ولذويهم ودليلا على الدور السامي والأصيل الذي تقوم به مملكة البحرين انطلاقا من معاناتها الكبيرة من الجماعات الإرهابية بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس النواب بالمملكة البحرينية الشقيقة أحمد بن سلمان المسلم في استشهاد وإصابة عدد من الضبات والجنود البحرينيين المرابطين في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع بلادنا وهم يؤدون واجبهم البطولي ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وعبر البركاني في البرقية باسمه ونيابة عن زملائه في هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لهذا الاعتداء السافر والجبان في تصعيد خطير يمثل تهديدا حقيقيا أمام كافة خياراته ومساعي السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة ويؤكد أن هذه الجماعة الإرهابية الحوثية جبلت على القتل وخيانة العهود والمواثيق الدولية والأعراف الدولية وعبر رئيس مجلس النواب عن خالص العزاء والمواساة لقيادة حكومة وشعب البحرين بهذا المصاب الجلل سائلنا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن ينعم على الجرحة بالشفاء العاجل بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى نظيره البحريني علي صالح وإلى الشعب البحريني في استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود البحرينيين المرابطين في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وهم يؤدون واجبهم ضمن قوات التحالف العربي الدعم للشرعية في اليمن وقال الدكتور بن دغر في البرقية إننا في مجلس الشورى اليمنين يدين بشدة هذا الاعتداء الغادر من مسيرات حوثية على جنود مملكة البحرين والذي يؤكد طبيعتها العدوانية ونزوعها للعدوان وهو ما يتنافى مع جهود السلام التي يقودها أو تقودها المملكة العربية السعودية ويدعمها المجتمع الدولي كما نؤكد وقوفنا المستمر إلى جانب البحرين ملكا وحكومة وشعبا نقف إجلالا لشهدائها في هذا الاعتداء وفي كل مراحل الصراع مع ميليشيا الحوثي الإرهابية نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ببالغ الحزن وعميق المواساة استشهاد وإصابة عدد من قوات دفاع مملكة البحرين الشقيقة خلال تأدياتهم للواجب الوطني المقدس في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل في عمل إرهابي غادر ارتكبته ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر طائرات مسيرة هجومية وقدم رئيس الوزراء في برقية بعثها إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين التعازي والمواساة باسم الحكومة والشعب اليمني إلى مملكة البحرين الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وللحكومة وقوة دفاع البحرين والشعب البحريني الوفي وعائلات الشهداء والجرح الأبطال مؤكدا أن التضحية الجاسيمة التي يقدمها الجنود الأبطال من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تعكس التلاحم العربي والموقف الشجاع والموحد في وجه الأطمع والمؤامرات الهادفة إلى النيل من الأمن والاستقرار الخليجي والعربي وأوضح الدكتور معين عبد الملك أن الهجوم الإرهابي الغادر شاهدا على عدم جدية ميليشيا الحوث الإرهابية للاستجابة للجهود الإقليمية والأمنية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى الدور الكبير والاستثنائي للمملكة في البحرين ودور التحالف ودعم الشرعية في الدفاع على اليمن وسلمه الأهلي والوقوف إلى جانب أبنائها في مختلف الظروف والمراحل أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وعبر وزير الخارجية خلال اتصالا عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر من قبل ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على القوى البحرينية المرابطة ضمن قوات التحالف دعم الشرعية في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأعرب وزير الخارجية عن خلص تعازيه وصادق مواساته في استشهاد ضابط وفرد من القوات البحرينية سعي لر الله أن يتغمد بواسع رحمته المتوفين وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم المملكة وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين من جانبه أبدأ الزياني تقديره لوزير الخارجية على مشاعره الأخوية الطيبة مؤكدا على موقع مملكة البحرين الثابت في دعم الشرعية اليمنية الدستورية ووحدة واستقرار اليمن أدانت الجمهورية اليمنية بأشد وأقسى العبارات استهدف ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة هجومية مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود البحرينيين وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة للمملكة البحرينية ولشعبها ولذوي ضحايا في هذا المصاب الجلل سائلتنا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فزيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمنوا بالشفاء العاجل على الجرح والمصابين جددت المملكة العربية السعودية موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني وضمان عدم انتهاكها للقرارات من الأمم المتحدة كما أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء السعودية واس وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين الشقيقة وأعربت عن إدامتها واستنكارها للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة والذي أسفر عن استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين وعبرت المملكة عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وإلى ذوي الشهداء الأبطال وأن يتغمدهم القدير بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يمنوا على المصابين بالشفاء العاجل أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الهجوم الحوثي الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مع اليمن يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية مما يتطلب ردا رادعا وحثت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وعبرت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين الشقيقة في استشهاد وإصابة عدد من قوات دفاعها ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عصفة الحزم وإعادة الأمل وأعربت عن خالص التعازي والمواساة لمملكة البحرين الشقيقة ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين دانا أمين عام جماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الغادر الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على الحدود السعودية وأدى إلى استشهاد وجرح ضابط وجنود من قوات دفاع البحرين العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن على الرغم من التزام الحكومة الشرعية بالهدنة ووقف إطلاق النار حيث حمل أبو الغيط في بيان له ميليشيا الحوثي مسؤولية استمرار معاناة اليمنيين ورفض كل نداءات السلام وتصر على مواصلة نهج العنف والتخريب هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العاميد روكن تركي المالكي استشهاد ضابط وضابط الصف وإصابة عدد من منسوب قوة الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وقال العاميد المالكي في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية واس ننعي قيادة القوات المشتركة للتحالف الشهداء الأبطال والأوفياء لدينهم وأموتهم وأنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء الأبطال وتدعو الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأضاف العاميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين باعتباره عمل عدائي غادر في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل مؤكدا رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف الاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين بحث وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني في الدوحة مع نظيره القطري عبد الرحمن بن حمد الثاني التعاون الثقافي بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي استعرض الأرياني الوضع الثقافي في اليمن وما قرارته وما اقترفته ميليشيا الحوثي منذ القلابها في 2014 بحق القطاع الثقافي ومنتسبيه مشيرة إلى الاستهداف الممنهج للتراث والثقافة اليمنية وتدمير المؤسسات الثقافية والسياحية والمواقع الأثرية وتسميم المناهج الدراسية بأفكار تتناقض والهوية التاريخية اليمنية ولفت إلى ما تقوم به الحكومة اليمنية لإنعاش هذا القطاع الهام بالعديد من الأنشطة والفعاليات ووقف التدمير ونهب سرقة الأثار والمخطوطات من جانبه جدد الوزير القطري التأكيد على موقف بلاده الدعم لليمن وجهود إحلال السلام منوها بالعلاقات الثنائية بين البلدين كما حضر اللقاء سفير اليمن في الدوحة راجح بادي شارك وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وتستضيفه دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة بالدوحة وانطلقت أعمال المؤتور تحت الشعار نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي وشهد تشكيل مكتب المؤتمر ولجنة التراث في العالم الإسلامي برئاسة دولة قطر وجمهورية السنغال نائبا والجمهورية التونسية مقررا واعتماد تقرير الاجتماع الثامن عشر للمجلس الاستشاري للتنمية والثقافة في العالم الإسلامي واعتماد الوثائق المقدمة من الإدارة العامة للإسسكو وأقر المؤتمر تقرير المنظمة حول إنجازاتها في المجال الثقافي بين دورتي المؤتمر الذي أشار إلى جهود المنظمة للمساهمة في تجديد العمل الثقافي ومقترحاتها بإضافة هدف ثامن عشر لأهداف التنمية المستدامة 2030 وتقديمه إلى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ونقش المؤتمر قضايا التنمية الثقافية في العالم الإسلامي وأليات تطوير برنامج الإسسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي إضافة إلى بعض المشاريع التي تتعلق ببرنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي والمبادئ والتوجيهات للسياسات الثقافية ومؤشرات التنمية المستدامة في عالم متحول واستراتيجية مكافحة الإنجاز غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الذي تسلمته قطر الرئاسة من تونس لتنظيم ندوة فكرية لمناقشة التأثيرات على الحضارة الإسلامية وآثارها على الإنسانية ليتم في الجلسة الختامية للمؤتمر اعتماد إعلان الدوحة حول تجديد العمل الثقافية في العالم الإسلامي شارك في المؤتمر سفير بلادنا لدى الدوحة راجح بادي شارك وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي في الحفل الذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الثالث والتسعين الذي يصادف الثلاثة وعشرون من شهر سبتمبر من كل عام وأكد الوزير الحريزي أهمية الدور المتعاظم للبرنامج السعودي لإعادة الإعمار في اليمن مشيرا إلى إسهامات البرنامج في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والإنسانية والرياضية بالإضافة إلى المشاريع الخدمية مثل مشاريع الطرق والكهرباء والمياء ودعا وزير الأشغال والبرنامج السعودي إلى تنفيذ المزيد من المشاريع التي تخدم المواطن خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت سلبا على حياة المواطنين مقدما التهاني للمملكة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والإزدهار في ظل قيادة السعودية الحكيمة ومن جانبه نوها وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد الكمال بأهمية تدخلات البرنامج السعودي في مجال الصحة بشكل خاص ومختلف المجالات الأخرى بشكل عام ومنها إعادة تشغيل مستشفى عدن العام بعد استكمال تأهيله ودعم المستشفيات بالأجهزة الطبية النوعية وبدوره أكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي استمرار المملكة في دعم اليمن في جميع المجالات للإسهام في تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع كما قام الوزير الحريزي ومدير البرنامج مدخلي بجولة في أقسام مستشفى عدن العام تعرفوا خلالها على مستوى سير العمل والخدمات التي تقدمها المستشفى للمواطنين أوقد منتسبي محور طور الباحة شعلة العيد الواحد والستين لثورة 26 سبتمبر المجيدة في معسكرات ومواقع وجبهات المحور وفي حفل إيقاد الشعلة الذي حضره عدد من ضباط المحور هنا قد أهنأ قائد اللواء السادس إسناد ودعم العميد أيمن شكيب مقاتلي المحور من المرابطين في جبهات العزة والكرامة بعيد الثورة الأم 26 سبتمبر حاثا لهم بمزيد من اليقظى والاستعداد والتأهب لأي طارئ قال شكيب في كلمته أنه لا يمكن الوثوق بالعدو الحوثي الذي يتحين الفرصة لتنفيذ ما يضر المناطق المحررة شاكرا الأبطال صبرهم وثباتهم ومرابطتهم المستمرة في أداء واجبهم الوطني إلى ذلك تزامنا مع إيقاد الشعلة إشعال المقاتلين للنار ابتهاجا بالعيد الوطني 26 سبتمبر في مختلف التباب والمواقع في تأكيد على اعتزازهم بالثورة اليمنية وأنهم سائرون على منهج الآباء والأجدادي وماضون لإقلاع أو لإقتلاع فلول الإمامة والتخلف ممثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية نظمت السفارة الجمهورية اليمنية لدى القاهرة حفلا بمناسبة العيد الوطني الواحد والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة بحضور عدد من مناضلي الثورة ورجالات الدولة السابقين وحشد لفيف من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة وفي الحفل رفع سفير بلادنا عميد السلك الدبلوماسي العربي لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم تهاني البعثة الدبلوماسية والجالية اليمنية إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي متمنيا أن تحل الذكرى القادمة وقد تحقق لشعبنا ما يصب إليه من أمن واستقرار واستعادة الدولة وبناء المؤسسات القائمة على النظام الجمهوري والديمقراطية والسياسة وأكد مارم على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر لتدرك من جديد أهمية وضرورة الدفاع عن المنجزات والمكاسب والمحافظة على النظام الجمهوري وحق المواطنة المتساوية والكرامة والإنسانية وما تقوم به الآن الشرعية الدستورية للشعب اليمني بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه جميع الشرفاء المخلصين من أبناء هذا الوطن اليمني العظيم وأعرب السفير مارم عن عميق العرفان والامتنان باسم الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا لجمهورية مصر ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وتورته حيث تعمدت وتجذرت علاقات الشعبين الشقيقين بالدماء الزكية والأرواح الشهيدة الطاهرة ليس ذلك فحسب وإنما سنظل نتذكر جيوش مصر البيضاء التي حملت مشاعر المعرفة والتنوير على مدى عقود طويلة للقضاء على الجهل والمرض والتخلف مثمنا دور مصر الدائم والثابت بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لقضية الشعب اليمني وشرعيته الدستورية متمثلة بفخامة الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد ذلك أقامت فرقة المركز الثقافي اليمني احتفالا فنيا قدمت خلاله العديد من الأغاني الوطنية المعبرة عن عظمة ثورة سبتمبر ونضالات الشعب اليمني من أجل الجمهورية الموحدة أحيات السفارة اليمنية في العاصمة الموريتانية نواكشوط العديد العيد الوطني الواحد وستين لثورة ستة وعشرين من سبتمبر وثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدتين وفي احتفال تم إيقاد الشعلة الرمزية للثورة اليمنية هنأ السفير سالم العرادة أبناء الجالية في موريتانيا وأبطال قوات المسلحة والأمن والمقاومة في مختلف ميادين البطولة بهذه المناسبة العظيمة وأكد العرادة أن الثورة اليمنية السادسة والسادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين وجدت لتبقي نهجا يسلك اليمنيين نحو الحرية وترسيخ مبادئ الجمهورية والدولة التي يتساوى فيها الجميع وقال إن من يريد إعادة عجلة التاريخ للوراء تحت ستار الحكم السلالي العنصري البغيض أو الذين يدورون في فلاكهم عليهم مراجعة حساباتهم فثورة سبتمبر وأكتوبر عند اليمنيين هي ثورة حياة وتقدم وهي من أقدس وأغلى إنجازاتهم الوطنية والحفاظ عليها واجب على كل يمني شريف مؤمن بالحرية والعدالة والمساواة احتفلت السفارة اليمنية في اليابان بمناسبة أعياد الثورة اليمنية للواحد والستون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر الخالدة والستون لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدتين وأكد سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني على أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة والحفاظ على مبادئ وأهداف ثورة سبتمبر وأكتوبر التي تسكن وجدان اليمنيين وقال لقد كانت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الأرضية الصلبة والخطوات الأولى للتحرر من حكم الآئمة تبعتها ثورة الرابع عشر من أكتوبر الخالدة للتحرر من الاستعمار وأضافة يدرك الجميع المرحلة والتحديات الجسيمة التي يمر بها الوطن وتقضي المصلحة العليا لليمن رص الصفي وتوحيد الكلمة نحو استعادة الدولة ومؤسساتها والشروع في بناء اليمن الكبير الذي خط أول أهدافه ثورة سبتمبر أقامت قيادة الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الأمريكية حفلا بمناسبة العيد الوطني الواحد والستين لتورة ستة وعشرين من سبتمبر المجيدة وبحضور ممثلين من مكتب عمدة نيويورك والسفير اليمني في أمريكا وبمشاركة قيادات من العديد من الجاليات العربية في الولاية وفي الاحتفال الذي حضره الألاف من المواطنين اليمنيين الأمريكيين تناولت فقرات البرنامج كلمات المتحدثين عظمت هذه الثورة اليمنية الخالدة التي حررت اليمنيين من سيطرة النظام الكهنوتي الإمامي البائد وأعلنت قيام الجمهورية اليمنية التي تضمنت أهدافها الستة كل مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان اليمني كما قدمت فقرات فنية غنائية يمنية جميلة بالأزياء اليمنية الشعبية احتفاء بهذه المناسبة العزيزة وقصائد ورقصات يمنية كما تم في الاحتفال تسليم هدية رمزية من رئيس الجالية اليمنية علي عبداللطيف الصياد إلى قيادة الجالية المصرية المشاركة في الحفل تقديرا من كل أبناء اليمن لدور مصر وجيشها البطل وقيادتها في دعم الثورة اليمنية ومساندتها والاستمرار في دعم الشعب اليمنية الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأربعة وعشرين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 رئيس مجلس القيادة يتلقى برقية تهنئة من خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة العيد الواحد والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عضو مجلس القيادة العرادة يحضر حفل إيقاد الشعلة الأم للعيد الوطني الواحد وستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة إدانات عربية واسعة للهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف قوة الواجب البحريني المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية مشاهدين انتهت هذه النشرة نلقاكم بإذن الله ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة